اكو فيديو يعني صراحة لفت انتباهي احنا المؤسسة العسكرية من العناوين اللي نرفع روشتنا بيها في كل الازمنة حتى بهذا الزمن من حصى الاخفاق هنا وهناك ها عدنا من الاسباب الخطأ ما كان بالولد بالمؤسسة العسكرية لا كان في زعامات وكانت تلاس باسترخية وكذا زيان لكن انا هذا الفيديو متداول يعني مدير او رئيس الدارة القانونية اللواء الحقوقي خالد جبار مدير الدارة الدارة القانونية لما انت تصور فيديو وتبث ده توقع بريد مثلا يعني سيادة اللواء شنو الغاية بالله تقدر تقول لنا شنو الغاية ها يعني تيد تقول لنا وللقائد العام والسيد وزير الدفاع انت تشتغل لو كل شبع جب بالقلم الاخضر مالتك وبعدين هاي كتب يا اخر اسمية انت خوش تهمش وخطك كلش حلو بس قل لنا ساعاتك شنو الغاية من هذا اه شوفوا شون يهمش شون يهمش خلودي عافية 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 سيادة اللواء اوياها طبعا اغنية مو اه وقع السيد اللواء وكل اشتغل اقول لك سيادة اللواء انت تقول لنا نزور توقيعك مثلا يعني نباوع عليك انت كلش حلو ايه مثلا نقول للقائد العام يعني اشهدوا لي عند الامير شنو الغاية من هاي مو عيب مو عيب هاي كتب رسمية هاي دائرة شنو تهمش واذب علينا صور يا هاي قال لك بابا يا هاي قال لك يعني انت اطلع ببدلتك واناقتك بس ولو الريحة ما طالع والله بالصورة وتوقع هذا ما يليقب المؤسسة العسكرية انا ادعو السيد القائد العام للقوات المسلحة وادعو السيد ثابت العباسي مراجعة هذا الفيديو وما هي الغايات ومراجعة بلف المؤمن اليه حتى نستطيع ان نتأكد يا اخي اعملوا بصمت هذا العمل تشتغلون عليها انتم تأخذون عليها استحقاقات هذا واجب واجب هاي الطرق الاستعراضية بطلوها في اجغال الناس والسوشال ميديا انا ما ادريش يسمونه هذا المحتوى معالي الوزير والسيد اللواء مدير الدار القانونية